السلام عليكم الحبيبات الغاليات اخواتي العزازات كديرين مزيانين لبس عليكم صحيحة لباس نتمنى كامل تكونوا باخير وعلى خير فيديو خفيف الضريف بغت نشارك معكم طريقة زوينة لتحضر المقارونية ها كمين تكوني يعني في اخر لحظة بغتت وجديش حاجة لعشاو تالفة سوبي هاد المقارونية كتجيب بنينا بزاف طريقة سهلة وكتوجد فيه ساح في الساعة نتمنى اتنا الاعجاب لياكم حبيباتي شوفوا الفيديو تالاخر وفرجة ممتعة بسم الله على بركتي الله اول حاجة كتاخذوا واحد للترجرة وكتديروا فيها كيمية ديال الما والملحة انا هنيا قدي نستعمل واحد سبعمائة جرام ديال المقارونية ممكن تستعملوا اي نوع بغيتوا انا استعملت هذه اللي كتكون طويلة ومدرجة هكا سوف كتخليوها الطيب وما تخليوها اشتاة تعجن الحقاش قدي عد زيت شوية في الفران من جهة اخرى شديت واحد المقلاد شديت شوية صدر ديال الجاج كان عندي قطعته المربعات صغيرة كما قلت لكم انا هاد المقارونية درتها شي حاجة ليفيت فيه مش حرت لها لا بصلاة لأولو قلت غدي ندير شي حاجة في الساعة في الساعة هنا كماش تخليت هادك صدر ديال الجاج كي تقلى مليح مليح ممكن تعوضه بشوية كفتا ولا اي حاجة عندكم من اللي يتقلى لي مزيان زيت علي حبة ديال طماطم كبيرة نحكو كافوا زيت عليها ملعقة حبة طماطم كبيرة محكوكة وزيت عليها واحد الملعقة صغيرة ديال طماطم المصبرة او ماطشة ديال الحك كتديروا شوية ديال ملحة عندكم ميزانكم كذلك شوية ديال الفلفل الاسود احد القليل ديال الخرقوم بشكاعة النالويين وكذلك القليل ديال الفلفل الاحمر من اللي كتديروها التوابل كتشحروهم مع هذك الدجاج والطماطم اللي درتو وكتزيدو عليهم واحد الكاس صغير ديال مافش غادي يطيبو لنا هذي المكونات ويتجنسوا مع بعدياتهم طريقة سهلة وتأكدوا البنات كتجيب بنينا بزف الاضافة اللي غادي نزيدها بدما طابت العصوص انا زيت هنا يا الكريمة السائلة خاصة بالطبخ واحد العلبة صغيرة انت عميتين ميليليتر الى ما كانت عندك هذ الكريمة السائلة ممكن تضيفي كاس صغير ديال الحليب تكون يدوب شي فيه معلقة صغيرة ديال لماي زينا ولا انتع الفارينا غير اللي عندك تود ديريه ولا تدري واحد ياغورت بالسوس يعني هادو حاجة وحدة لها كانت عندك في الدار عندك الكريمة ديريكا صغير كريمة عندك الحليب ديريكا سحليب دوبي فيه معلقة صغيرة فارينا واللنشا ما عندكش ديري ضانونا بالسوسة هادو بزوج شوفوا كيفاش كتولي عبنا الكريمة كتتخلط الكريمة الحمراء مع البيضاء ودك الجاج كي يجي فتي وكتجي شي حاجة اللي غانية فاهنا خليتها غيرت بخد كيرا كنت شوفوا غدي نطفي عليها فاهنا يشنو كندير كنشد الصينية اللي يعني بغي ندخلها للفران كننزل فيها كيميات المقارونية اللي طيبت وكنشد هادك الدجاج اللي طيبتو بهادلي صوس هادو كيرا كتوفو كنخويه مباشرة ما كتخلي وش تكي يشرب بدك الدجاج اللي كتكون عب ديك لها صوس يعني دار تغي واحد تبخى وطفيو عليها من اللي خويته خلطهم كاملين مع بعضيتهم في نفس الصينية بهالطريقة هدي ومن فوق قدرت شوية الفرماج تقطع لها البنات هاداك الفيديو در شوية الفرماج هاكا رابي من الفوق سافي ودخلتها الفرن غي واحد خمسة دقايق تبخت وليت شعلت لها من الفوق تحمر هاداك الفرماج ودعب سافي وطفتعليها انا غي ذاك المقطع اللي درت الفرماج تتمسح لها البنات عندر شوية فرماج من الفوق باش كي يتغاتينا وممكن تقدموها غي هاكي كبلا ما تدخلها الفرن ولكن اكتعجبني ندل هاديك طبقة الفرماج من الفوق سافي قد تحمر كجلي رائعة جدا بنينة بزاب سهلة تحضروا سريعة إلا عجبكم الفيديو الوصفة جربوها خلي بليجين تعليق زوين فاتعجب الفيديو إلى اللقاء في فيديو القادم إن شاء الله مع السلام